يعني الإزاعة المصرية والتلفزيون المصري مليء بالكبار ولما بيرحل الكبار الحقيقة كأن ورقة مهمة من شجرة الرواد بتسقط النهاردة ورقة مهمة من هذه الشجرة سقطت المذيع الكبيرة الأستاذة صديقة حياتي صديقة حياتي صوت مهم لكل اللي كانوا بيحبوا الإزاعة صديقة حياتي صوت مهم تاريخ طويل من العمل الإزاعي في الإزاعة المصرية برامج إزاعية بالذات في إزاعة الشرق الأوسط أسست عدد من أيضا الإذاعات والإذاعة العربية في اليابان صديقة حياتي أيضا كانت رئيس للفضائية المصرية سابقا هي معلمة وقدوة وصاحبة مدرسة في الأداء كتير حورت يعني تقريبا كل الفنانين في وقتها وكثير من الكتاب وكثير من الأدباء في وقت مصر فيه كانت داخرة بكل الكبار كتير نعو صديقة حياتي الحقيقة اللي رحلت بالذات طبعا ابنها مغني الراب المعروف أبو يوسف اللي نعو والدته النهاردة ناس كتير يمكن ما كتش تعرف أنه صديقة حياتي هي والدة أبو يوسف بس يعني بنعزيه وبنعزي كل من التصق بالراديو وكان بيسمع صوت صديقة حياتي